الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله مشاهدينا وينما كنتم مرحبا بيكم في هذا العدد الجديد برنامشكم نهارنا هكا بتبيعه برشا فقرات في انتظاركم والعديد من الضيوف كالعادة ان شاء الله ضيوف تكون معهم الإفادة والأيضا الترفيه نحب نشكر محبتكم والله العظيم قد ما نشكركم وقد ما نشكر وفائكم حتى كينغيبوا وتفقدونا حتى كيف تحسوا بينا معناه وهذه الحمد لله يا ربي اللي ما خلقناهش في حلقة واثنين الحمد لله يا ربي توا زوزم واسم وان شاء الله ربي يجمعنا بيكم في الخير بإذن الله على بركة الله اليوم مش نبدأ وحلقة جديدة كيما قلت لكم بإذن الله فقرات متنوعة كالعادة وأكيد مواضيع تهمكم كالعادة معكم عفيفة بوكيل جيدة واليوم مش الشيف شافتر لي كيما قلت لكم من الفرح يتعذر عليها انه يجي لأنه في مهمة إن شاء الله تكون تكون هي مهمة وطنية وإن شاء الله ربي يوفقهم بالنسبة لجمعية فني التبخ في تونس نرحب ترحب كبير وخاص بشيفة رانيا زيدة اليوم معايا كيما البرح مرحبا بيك شيفة رانيا همامي كيما عفيفة صحيح لقابة متعك لين كتبته عرفت استنست بيك شيفة رانيا لباس شنا حولك الحمد لله غيبة بديت والله غيبة توحشناك هوا كايوب يعطينا شوية هكا مرات هكا يغيب ولا حاجة وانتم بتكونوا حاضرين يسيش رهنا نعوتو يا عايش كشالا أحسن تعويض بإبن الله عايش رانيا كيلا عادة عندك حاجات كيلا عادة أنا وليت النقل من الحلول للمالح هاي ما شاء الله تبارك الله كلها تاعة نعم قبل ما نبدأ وكل شاي إيش نية معنيها نحب نعرف آآ ردود أفعال آآ حومتك عائلتك العبيد اللي تتابعك على نهار لهك ليلى حقيقة معنية العبيد اللي كنت تتفرج فيه لم تسيلش حتى كاي ليلى العبيد اللي كنت تتفرج فيه مم مم ماني حتى أمي أبابا مفتخرين بي الحمد الله يا ربي الحمد الله يا ربي و أعبد ولا معرف الحمد الله الحمد الله يا ربي أنا بقي ذكرانيا همامية تحكيتها أنا نحكي على البرنامج شو ما تسمع لي الأمر يعني كما تعرف أنتي عافيفة معنية بذية الدردارك يعني ما شانا بس نقول عايش أختي درنا الكل در إيتي تعرف ماني ردود أفعال العبيد من برا معنى العبيد اللي يقول حتى دبار الحاجة اللي ما تسمعش باب في الشارع تسمع باب في التلفز وخاصة خاصة انو دبار اللي جيبوها معناها لشيف متاعنا سواء شيف ايوب شفطر ولا شيف رانيا ولا شيف ريحة بتجساعات عموما شيفين متاعنا خاصة كي يقول شيف ايوب هي دبارة خيصة مشغالية صحيح نحنا ديما نحاول نعملو حاجة في متناول الجميع يوم الابداع يزولي بسجولي يوم ابداعاتنا بسجولي وسمارت شيف وكل عاد يقولنا على طباق بالنسبة للمالح خطر الحلو والسهل على الاخر ونجمنا عملو انا مغرومة ياسر بالمقارون اي حال ديما طيبة مقارون انا هون عندي بوتاناسكا اللي هي ابازد تن معناها زيتون سهلا متاع في صعفية اكا متاع ميدي تروحت تخطر مقارنة السمطة ملسا فلفل بر العبيد من عند زجولي حاجة لوكس متصورة من عرش شيفة متى قادرة اما من ماكتعرفني شيفة فالدائر اكا التومات اذيكا فخيش متاع زجولي بشتعطيها سوف اضع المقارونة سوف اضع المقارونة سوف اضع المقارونة لماذا دعوني حباقوص مكارونه لاحقا احبenson ضمتك لدينا السوس اللحظة دعوني المتعارنا لدينا فندان شوكولات فندان فاندان شوكولات يزمو غلاس فاني يامان علي اكا سمارتيف اندلتنا عندها الفانيب غلاس غلاس كل شي حتين عندي برشة فقرات هيمة ومهمة وزيدة فقرات ان شاء الله تلقوا فيهم الإفادة وهذا اللي هو نحبوه ولي حمد الله تميزنا بيهنا كما نقوله ديما برنامج نهارنا هكا هو برنامج العائلة التونسية بمتياز ان شاء الله ايوه باش نحكيه مع اسيبراهيم الريحاني على موضوع لكتوانيتي اللي نخرجوا منها بتبيعة دغني غناء هو حانت الفرصة ماخذينهوش في الأسبوع اليفاد لكن جات الفرصة اليوم ان شاء الله باش نترقولو الي هو موضوع العنف ضد صغار شو معنيها عنف ضد صغار شو معنيها النجم النواحي كل باش نحكيه معاوه انتو ما تعرفوا اسيبراهيم الريحاني اللي هو باحث واستاذ في هذا المجال اللي باش نتحثوا يلين دراعه معنيها صغير يزمنا نضربوه فما والدين يقولوا تربينا تضربنا وطلعنا رجال وانساء والدين يقولوا ليه ما تضربش احنا باش ناخذوا المعلومة من من شاء الله من المصدر امتاحها بإذن الله ايضا اليوم حاضره معانا سومية داود بغزيلا كل عادة بإبداعاتها بجديد ان شاء الله باش نشوفوا حاجة جديدة وباش نبديو اليوم بفقرة فلاس سنتي ومعانا اليوم ذيف باش نحكيه على موضوع الحقيقة هو موضوع زدها حتى هو اكتواليتي موضوع الساعة ولينا قبل ما نقول لكم ونحكيكم على الحكاية تلقاني عايشتها واذيك عليش الناجحة الحكاية بيناتنا والحكاية معانيها بارشة نساء خاصتك ياردوني يقولوني تعطينا مواضيع اللي نحنا نحسوا بهم ونحبوهم ولي نحنا نعيشوا فيهم موضوع اليوم باش نحكيه على تعب ساقين ودوالي انتها ساقين لفغيس حنا حكينا عليهم في فترة سابقة لكن انا نتصور تاول الموسم متاح ومسعيدة جدا باستقبل الدكتور إيهب علي سناني مرحبا بيك دكتور يعيشك دكتور نورتنا يعيشك صحة شكرا لك على قابل الدعوة وشكرا لك على هذا التعاون اليوم موضوع كما قلنا موضوع ساعة معانيها توا وكما كنت نحكي خارج عن تجربة شخصية خاصة مع سخانة دكتور موضوع هذا موضوع هذا يتترحب رحبو بيك ساعة يا عيشك يا مدام نحن رأول يجيل دارنا جونا تلقائي وطبيعي وسبونتاني تشرفنا بك شكرا على الوقت اللي خصصتونا دونك دكتور قبل كل شي خلينا نعرف ديما نذكروا حتى المواضيع اللي تكون متعارفة عليها ومعروفة ديما نذكروا بها معني شو معنيها الفاريس الدوالي تعسقين هذي شو معنيها وهل هي بيدها تعب تعسقين هل تعب السقين هو ناتج عنها هي شو لحكيه دكتور صحيح الفترة الزمنية من العام هي هذه من وقتها يبدأ الإنسان يتشكى من ثقل في السقين معنا السقين واليورزان يوجعوا مع الانتفاخ بيجان بلوغد هذو هم هم وزيد الانتفاخ هاي وزيد الانتفاخ خلي يصحبهم هذو العوارض يخليه الإنسان معادش في قدرته بشي كامل النهار كما بداه أول نهار في آخر نهار يزيدوا الأعراض هذو ما يتكاثروا بالضبط بالضبط والمشكل هذي يزيد عمره ما هو قاعد يرجع بالعكس للتحسب إذا كان ما نبدوش في عملية الوقاية ولا للعلاج هروا شي طور من سنة لسنة توجيه للمضاعفات نبدو بها ما نسألون نحن إنسان نحب ونعرف حتى الرجال هو موضوعهم الرجال زيدة دكتور ما معنيها الدوالي السقين دوالي السقين هي انتفاخ غير عادي للأولدة بصفة عادية الوريد يبدأ عنده قطر معين يأكلين نشوفوهم الزرقية نحن نتوقعين نشاهدوا في دجاء فما فيديو هذه الفيديو تفسر الدورة الدموية وقتاش تكون عادية وقتاش يصير فيها مرض دوالي أول ما تبدأ الفيديو فما الدورة الدموية الدم يهبط الأطراف السقين هذيك بالشرايين يكون مغذية بالأكسجين والرجوع متاعه يكون بالسيستام فينو اللي هو اسبب ليفاريس بالسيستام فينو ثم صمامات الصمامات هذو ما يكونوا مثلا موجودين كل 10 سنتيمتر بين إيتاج وإيتاج المشي مثلا الحركة هي اللي تخلي الدورة الدموية تصير بصفة كافية ومتوازنة وقتا يصير انتفاخ في الوريد هذكا الصمامات تتساع تبعد على بعضها وفي الاسباس هذيك الفارغ يولي الدم يهبط لط بالجاذبية بحكم الجاذبية متاع الأرض وهذاك الشي اللي يخلي إذا كان ما نبداوش في الوقاية ما نبداوش نعملو باش ما ما نسترناش التطور هذي وقتا المرض يتقدم برشا في الحد متاعه قبل ما نوصل للوقاية اللي هي تفرض في روحها في الحقيقة من بكري في إيجابيتك دكتور لكن خلي قبل المضاعفات هنا نحب العنف الأسباب أسباب هامة ومتعدة وفما أسباب قارة وفما أسباب نجمو نتحكموا فيها الأسباب القارة مثلا الجنس الأنثى معارضة أكثر الفاريس من الذكر على خاطرها في مراحل حياتها ثم الثياربات هرمونية كما عند البلوغ كما عند الحمل وكما المينوبوز وقت الحمل ولا وقت استعمال الحبوب منع الحمل ثم فترة معينة للناس نساة تستعمل فيها فترة الحبوب منع الحمل هذوم الأرمونات يؤثروا على الدورة الدموية وعلى الدوالي بالذات ثم العمر الناس اللي تتقدم في السن عرضة أكثر من الناس اللي أقل السن ثم الوراثة عامل وراثة لا نسأل الكتاب هو موجود في كل شيء في الأمراض الكل بالضبط هو بصفة عادية خمص المجتمع يشكي من الفاريس واحد على خمسة أشخاص أي مش شوية كيتولي واحد من الأب ومن الأب والأم تشكي من الفاريس الريس كينتقل من خمسين في المائة حتى تسعين في المائة وهذه حاجة مش نيقليجابل بالكل حاجة هيمة ربما في التشخيص الدكتور تسأله عليها بالضبط قبل أن نذهب للتشخيص بربي دكتور ما زلنا في الأسباب ما زلنا في الأسباب نرى نوعية المهن معناها مهن على أخرى بالضبط المهن اللي فيها الوقوف الدائم كما شيف بالضبط كما شيف دكويزين لماذا؟ وقوف وفما دي سوغز دو شالق فما فور فما غاز هذوكم دي سوغز دو شالق يعملوا لديلاتاسيون ونحن نتوى على أبوي برمضان إن شاء الله مبروك علينا إن شاء الله خمسة ساعات في تاطيب العشاء بصفة عادية لا يا دكتور ليس حتى رمضان بربي ذاك المتحق ربي فضل ونسايل كل في الجارة صحيحة ربيت بيوت يشكي وبرشة مساقين نحن نتحكي تبو دكتور وانا تعمل في رفليكسيون يعطيك الصحة نتذكرك الوقفة هذه كيوة صحيحة بالضبط هذه الساعة تسأل على المهنة تقولك أنا في الدار أما عبارة على خدمة وهذا كيف حدث حتى من اللي تقوم الصباح اللي انتر قد في الليل وهي واقفة ديجا نرجع المساة معانيها أكثر معارضات أكثر في أولها معانيها غير الأسباب اللي تتزيد تتركم عليها من الاتوماتيك مون صحيحة حاجة أخرى ربي فضل من الصغيرات المرأة ديما بعد ثلاثة صغار فأكثر ديما تولي تشكي من الدوالي قبل المرأة اللي عندها أقل صغار ولايت بركلة توفزو صغار دكتور ما شاء الله ربي فضل منك عايشك فضل ما عندك يعني أتون تصور زيدا حاجة عامل أكثر صحيح الملتي باريتاي هي تزيد في الريسك باش يكون عندهم الدوالي قالي المخرج ديديك جايبين ست قتلوا ومتلوا هكينة لأي يا حاصر وقبل الكيكما ربي فضلها مشاء الله ربي فضل فما قلنا المهن فما المدرسات اللي يقفو مهن تدريس مهن تدريس مهن الصحة المفرمية ربي يهديهم إن شاء الله ربي يهديهم ويرجوا يخدم تدريس ربي زماليين طيبا المفرمية اللي يخدموا في المحلات بايع كل شيء أتبين تتصور زيدا الجراحة وغيرها المتصور بالضبط عمالية جراحية طويلة عمالية الجراحية الطويلة أي نتصور زيدا دكتور مهن تيران بالضبط هذوما يكونوا ديمة واخذين احتياتهم بالجوارب هاي بك حاجة أخرى يعرفوا إذا يلقنوهم ويعرفوا شو المخاطر من تعليل السفارات الطويلة اللي تفوت الأربع ساعات يعرفوا اللي هي ترجع بالمضرة على الدورة الدموية صحيح هما يكونوا في التهيئة متاحهم هذك حاجة أفار فيها جانب وقائي بالضبط المفروض دكتور إحنا جانيه أعطاه هاي قلت لك الوقاية قاعدة تفرض في روحها صحيح في النقاط اللي نحكي وفيها الكل في أوروبا يعطيها الجوارب خاصة ننسي بني فيتخذها من الدولة بالضبط على فكرها معاني سيحول اللي بالضبط تأخذها مجانيا وليزماً إذا كان لازما وتأخو دوبل تأخو واحدة اللي اليوم بإسالة واحدة بإساله تقوضها غدوة такой كي تكون لطان تغسلت واحدة تتلبسها نحن لا نعطي نحن كيف نحن لا نعطي الى وحاتنا الحاجة الأخرى فهم المهنة اللي في من الوقوف وصخانة مثلا الحجامات مثلا اللي خدم في قهوة اللي خدم في المخبزة هذوم الكل فهم صخانة عامل الصخانة وعامل الوقوف ديما ندور ونرجع للعامل الصخانة كما الناس هتعمل حمام صخون برشا ولا يعامل دوش صخون ولا يعمل بانو صخون في دارو هذوم معاوامل تزيد كيف كيف تزيد على تكاثر لفريس ولا على خطورتهم إذا كانوا موجودين يزيدوا في الخطورة نحن قلنا دكتور عامل التقس إذا كنت تسخن الدنيا تتحير لفريس معناها هذه هي الأسباب اللي هي عرفنيها مزلوا مثلا برشة أسباب وعلى ذكر حاجة بسيطة برشة اللي يلبسوا الحاجات السرية على ساقيهم ولا لقين فرأسامل ولا لقل ساقي هذا ما مشبهنا خطر يعملوا استغناصيون دورة دموية وفما عامل كبير وقاعدين نشوف فيها ظاهرة جديدة في البلاد هي الزيادة في الميزان ما قلتش السمنة ما ديناش في مرض السمنة خطر هذا كمرض مزمن زيادة في الميزان هذي كزادة كيف كيف راه من العوامل اللي نجموا نتحكموا فاها عالش قلت تكملوا فما عوامل قارة وفما عوامل نجموا نتحكموا فاها كما بار اكزامبل الناس اللي تحط ساق فوق ساق تعلموا تقولوا ما عاش تحط ساق فوق ساق العبادي اللي تلبس التالان تقولوا ولي اروا التالان والبلا الزوز يقلقوا الدورة دموية فما بارش عوامل اخرين زادت اثر على دجاء ليش نلقاوا دكتور اللي شوسورو تبيديك معنية السبابة اللي تكون تباية تبدأ تنظير زو سنتيمترات زو سنتيمترات معنية هذيك هي الصحية هذيك هي الصحية أول حاجة فما حتى العبادي اللي خلقوا هكاكا اللي عندهم اللي بيا بلا فرشة الساق هيا دكتور هذوكم الناس يبدأوا وشكوهم اللي فاريس علش خطر الدورة الدموية العادية كي يوصل آخر الساق للصوابع رجوعوا بش يكون باسيف مو معناها بش من في المشين تاعنا ملي كف الساق يمس الأرض تصير إنشاس صنغين من البلانت دي بيا حتى للمولي ديوغ تصير برش حتى عن صغار حتى عن صغار حتى عن صغار حتى عن صغار في الحاجات هذي وهو يقوم كيما البصمة اليد فما بصمة الساق ويحس فما أبوي اكستيران أبوي انتريار وستريار ووقت يعطيه السمان كمبونسات خيس ووقت يعطيه حاجة يلبسها فرشة معصبات ويلبسها كله تقعد أبي دكتور حتى عن جانب المشين مثلا كما قطنتي صغار شاك بوانتور تزيد يزيدوا الفرشة جزود آه دكتور هذي كحل هذي كحل هذي كحل في المقاريخ لأنهم معنى الناس اللي عندها بي بلا الساق المسطحة أكثر عرضة الفريس من الفريس من الناس حطر هو ديما حاجة ديناميك معنى قدش الدم ينجم يرجع وقدش ينجم يقعد ما يرجعش وكل مرة ما يرجعش راه يزيد في الانتفاخ ويزيد في تمطط الأوردة معنى تزيد كما قلت لك القطرة المتاحة العادي تزيد من يوم اليوم من شهر لشهر من سنة لسنة تلقاها في عمر عشرين وخمسة وعشرين برشا قلق في ساقها نتيجة الدوالي هذا ما لفريس واضح دكتور به هذا ما زال فما سباب خليين فما برشا سباب نكمل وميل خلينا نعرفه بالحق احنا على فكرة راهوا بالنسبة للموضوع ذي الساق المسطحة ووردتنا برشا معنيها بدي بخوزيشيون انا بش نحكيه فيهم مع فرصة هذي خطر كما قلت فها مشكلة العمود الفقري علش قلتك من الاسباب فما اللعويجاج في العمود الفقري هذي يا زادة كيف كيف برشا عباد ما يجيبوا لهاش خبرة ما تتسبب في مشاكل في التنفس اللي هي تعمل كيف كيف علش انا نحكيه عن نفس اشدده في الساقين باركزامل كما قلت لكتو فما العضلات اللي يعاونوا على رجوع الدم للقلب وفما التنفس هذي سفاق دو دياف حاجم اللي بين الكرش وزدر في نفس متاعنا يصير جو ديبخيان بين توراكس والأبدومان هذك اللي خلي الدم يزيد يطلع من الكرش حتى لصدر ويطلع القلب ويحود يرجع وهذي هي الدورة كاملة لذلك العباد اللي تشكي حتى من نفس اللي مش كاف ولا من ميجدال ولا حاجة يبدأ عندهم شوية اللي عباد اللي يقلق اللي عباد اللي يبدأوا سترسي زادة كيف كيف اللي عباد اللي عندهم اللي عباد اللي عباد كيف كيف يبدأوا وشكي بالدوالي فما هذو ما حاجات اللي تخلي الواحد بشوية بشوية اللي ينوالي عنده دوالي متقدمين في فيستاد وهي اللي حكيته دكتور بالنسبة للكون اللي عباد وقرونيك يعني يعني الزرس هذو ما هل نظر هم أعراض ولا هم حاجات اللي سبب أسباب مازلنا في الأسباب مازلنا في الأسباب باي. آه دكاء. مازلنا في الأسباب. باي العراض كيفش تكون دكتور؟ باي. أول ما بديت قلت فما انتفاخ في الساقين. هذي حاجة تأثر على جمالية الساق. معنى الناس ما عاش تحب ساقها عليه. وامرأة ساعات تقول كي نمشي نشري صبات ما عاش تحب نمشي نشري في آخر النهار. ماذا بيه؟ أول النهار. على خاطر الانتفاخ بزيد. ثاني حاجة الأوجاع. حتى حد ما يرضى الروحه ألام في الساقين. بالنسبة لانتفاخ دكتور في حل. في حل لاي. في حل. في حل. الأوجاع. معنى الكاليتيت فيه شنية هي. واحد ماذا به يعيش. أقل قلق في بدنه. الراحة. موجه واحد. فما تنميل. فما السخانة. ومش لازم يكونوا العروق كبار بشي يسخنوا الساقين أكثر. وانتي كانت تحط إيدك عليه المريض. ما تقومش سخان. هو أحساسه بالسخانة اللي يخليه يشكي منهم. ساعات يخرجهم في الليل من تحت الكويت. يخرجهم من البرة من الساقين. ساعات يمشي حافي إلى وجعل برود. سورتوقي ما قوت لكتوا بش يجي بريود السخونة. الرابع حاجة فما دي كرمب. في الليل تنجم فما كرمب تشده في الفارق. قلت في الليل. ساعات خط في السوقان دكتور. في السوقان. ساعات مستيركولاتيون وكالباتيناج هذيك اللي نشكي منه كل يوم. فما العبادة اللي تجيك على خطر الاستيتيك. تقول لك المنظر متاحه ما عادش حاجتي بيه. نحنا شفنا بعض السورة. عنا سورة. عنا سورة. شخص ايه. توري عينات توري أمثلة. هيدا دكتور مثلا. هدوما هم الدوالي اللي فساق عينا. هذي اللي تتراب العين مجرد. هذي اللي تتراب العين بالضبط. حتقلق حتى التصور المنظر متاحه. ايوه. فما زادة موضاعفات. ونوصلوه من العبادة اللي تشكها من الفاريس. كي بداوا فاستاد هكا. هاي. يحب ذا لو كان يوصل كونسلتاسيوه فاستاد. دو ديبوت. مبكر. 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 خلينا نعطيه التشخيص. وخلينا نعطيه الدواء بش ما تزيدش. ما فما عبادة توصل للكمبليكاتيون. مانا جيكتون نحكيو عليهم توا توا المضاعفات. يجيك أستادو كمبليكاتيون. شوما اللي كمبليكاتيون. مثلا الفليبيت. تخثر الدموي. الفان اي. الفان اللي تولي فيها قطر زايد. السيركولاتيون تولي. معادش تدفق الدم فيها. معادش كافي. بش الدم ديم يتجدد. يتخثر. ويصير كايوتسون. وهذي هي الفليبيت. فاها علاج. موش ما فيهاج. ويحب ذا لو كان نحسوا به. علاج خطرية سبب انتفاق كبير. حمورية. سخانة. وتوجع برش. كان يجي فاستاد هذيك مرحبا. من فما اللي تتعدى. بلاش ما غير ما يحس بها. وينفيقوا بها وقته أمبولي لقدر الله. هذيك هو الأستادو التيم. هذي هي أكبر مضاعفة. هذي. 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 والتقرح. هذي والتقرح الساقين. شو التقرح؟ هيك الكولور مغون. ساعات فمع بيد. تجيك تقول لك الساقين. تبدل لونهم. الكولور مشيت للبغان. ديما تجيب أحد الكعب. هذي الكولور. ديما تجيب أحد الكعب الساقين. هذيك هي التقرحات. وتقرحات مخترع لخطر فاها. فاها اسمان علي. فاها بريزون شارج كبيرة برشة. معنى الناس اللي عندها تقرحات. السويفي متاح من أطول برشة. واضح دكتور. عفوا. سمحني دكتور. هذي من. هذي اخذينا. هذي اخذينا. هذي اخذينا. هذي اخذينا. الحلول يانو كما قلنا راقط قاعد يزرب فينا حلولهم. وخاصة. كنا نحبو نعرفوها. الحلول. سمحني بش نسبق شوية بجملة برك. التشخيص مهم برشة. أي. التشخيص بالصدق. شو معنا الصدق. يجي هذي تشخيص بالصدق. يبين لنا. انا هو النبو اللي فيه. لقلق باركزامبل. كان نلقى. في النبو متاع. يبين لنا. يبين لنا. في الفخذ. في الفخذ من الفوق. هناك برشة. انواع متاع علاج. كان يبدأ. لقلق من ركبة اللوطة. ووقت العلاج. زاد يكون. بطريقة أخرى. هذي برشة. حاجات اللي خلينا نكفو عليهم. نهارة التشخيص. تفسروا. تقولوا. هذي عاليش. وشنو الحل اللي نعملوه. بش نجم يواظب. يتقنو. يواظب. يتقنو مراض مزمن. تقنو مرض مزمن. لا يواظب مزمن. يسخيص في فترة شهر و شهرين. واسم فريس بحب. يواظب. مرض مزمن. كم السكرية. اقضل الضغط الدم. كل شي. ثم اثنوية تتاخذ مدة طويلة. في عدة العام. ثم ستجم زيودة. مزمن حيث تلبيت بصيفة متواصلة. أثنو عبرة عام. كلها تلك الصيف. ووقت اللقه. ووقت غارق ووقت النقل . وهذا كالكود تقديق سيون. نعم دكتور. الوقاية المهمة برشة والحلول. لدي طرق علاج اقترحتهم اليوم. وفما علاجات اخرى مع زمالي الجراحين. العملية الجراحية العادية. وفما حاجات تقبل وحاجات جديدة وتنفع. الوقاية. اول حاجة نحب ننبهها. الزيادة في الميزان. ماذا بنا؟ وفما التجربة كبيرة قاموا بها في امريكا. اللي جاءوا المجموعة كبيرة من الناس ضحفوهم. وفما عباد عندهم دي فاريس. وفما عباد عندهم عندهم دي فاريس. يبان شافوا رزولتها كبيرة. مع نقص في الميزان. في تحسن مرض دواني. يعني مرتبط. مرتبط ارتباط كبير بزيادة في الميزان. ماذا؟ كما يقولون. حاجات ينجم ويتحكم فيهم بما فيهم زيادة في الميزان. ماذا دكتور؟ هي ويقاية وعيش. بالضبط. الوقاية مثلا الناس اللي تخدم بصفاء طويلة واقفة. تحاول كان فما امكانية فماشي دي بوز. مدرسة تنجم تقعد على البرو. وتعمل املاء مثلا النص. مثلا نعطي في امثلة. مدرسة تنجم تقعد على البرو. فماشي تبوغية عالية. مثلا اللي تستانى في حاجة تحضر في الفور. فماشي تبوغية العالية تحط ترتاح شوية. ترتاح شوية. ماذا؟ ديما لسوغس دوشالر. مثلا. وحديث نقيس هذا على نسالي في الداء. اي. في رمضان كما قلت انتي دكتور سيادت. في رمضان يوالي الوقت قياسي في كوجينة. من ماذا نأكله في نصاعة. والماذا نأكله في نصاعة. بالضبط. بذلك ترتاح شوية فيها. اي. وفما. لسوغس دوشالر. السخنة. مثلا ما يجي شوية عنده دي فغيس. ويعمل بنت سولي. يمشي البسين ولا يمشي البحر. ويحب يعمل برونزاجة. هذا كما منو عليه. العبادة يمشي الحمام. معاشتو قد برشة في الباب. وصخون. ولا في دارو. الانخلي. السخنة. كنظر لأيو. واضح. ليسي شوية تتحكم فاهم. لديك مقبول للإنسان. ليسي نجمي. ينفع روحه. لا يوجد فغيره. مثلَ برد. بالضبط. والمال برد. لم يأتي لكي يقول لك. نعم الروح نعم البانو السقية. البانو ماندوه شفايدة كبيرة كما دوش لسقين. ماذا. اليوم يجي لو. اقتل يكون ليدوشات. اكي. اكي. الحيطة مثل ماء. يوصل لتراجيكتوار 20 سنوات مهم برشة العروق تنشط وتتسكر هكاك يعدي آخر نهار متاعه ولا ليلتو تقلق برشة من اللي كان يعدي فيها قبل كان يتفكر بار ريفليكس دي ما يعمل دوش نسقيه هذوم الحاجات اللي نجموه اللبوغ دوشو صيوغ يوالي كاك كما قلت انتي يوالي بحكمة يوالي يخلي اكاك مناسبات كان وقت متاع مناسبة سينالالكوتيديا متاعو يخو حاجة براتيك لهوا براتيك وتكون صحية واغلب معناها تواسبة بتصحية اللي نعفوه كما قلنا دكتور يكونوا عاليين شوية و ويكونوا أدبتي سوختو على الساق على الساق والحاجة اللي نشجع عليها المشي المشي ينفع برشة المشي قوي العضلة معنا الناس اللي تقوى ديما تخدم بيروتيك متحرك برشة حتى الفونت ميسكولير عند قيمة الناس اذوهم شوالي وشكيوا أكتر بالداوالي ذونك نشجع المشي باش للسيخولاسيون والباق دو بوا هنا هنبش نطلع فاصلتا ونمشي شوية مرحبا والله ساقية تعب شفت القاعدة ذي راي متعبة عايزك دكتور شكرا لك إذا بركة بفضلك نشكرك برشة دكتور على هالإذاحات إن شاء الله ترجع لنا في موضوع آخر ما شاء الله ما حسينيش بالوقت مع حضرتك نذكر أنه دكتور إيهاب علي سنانية خسائي في طب الأوردة وشرايين شكرا لك يا دكتور أكيد راور فاريس قد ما نحكيه عليه وما يوفيش وديما نحب أن نذكره السيدة المشاهدين وخاصة الجيل بتوعوي ولقائي بالنسبة للإعلام مهم برشة طبعا كما قلت احنا على أبو يبرمه شكرا لك دكتور يعطيك الصحة نعم نطلع لك وجينا قبل أن نطلع فاصلة خنمشي شوية عايش أختي عايش كيرا هذه الشوكولاتة بتاعنا دوبناها نصدناها 3 عظمات 100 جرام سكر 100 جرام سكر طيب ش نزيده 50 جرام فارينا معالي في الشوكولات هذاك 50 جرام فارينا هنا عفيفة زد زد شوية نوازيت نوازيت كونكسي للشوكولات المتائل عايب عندي الفرنبواز دين يخر وغلاس مرشيف هنجيك غادي الفرنبواز مرحبا بيك شكرا لك دكتور نطلع فاصل ونتواصل ونكبل بقية فقراتنا إن شاء الله رجعنا مشاهدينا إن شاء الله بش نكاملوا في موضوعنا اللي كنت أعلن التعليف منذ بداية حلقة اليوم قلت أنه اليوم بش نتحاثوا على العنف المسلط ضد الأطفال وإنا قاعدة ننتقي الحقيقة في الفاذي بالحركة نعرف لأنه نحب الموضوع يكون كما هو معنيها أنه بالحق العنف المسلط ضد الصغار مش اللي نحكي وعليها فما برشة إحنا الحقيقة كما قلت في المقدمة برشة نقاط أو نقف معهم طبعا كما تعودت مع سيبراهيم ريحاني أستاذ وبحث في علوم وتقنية الطفولة مرحبا بيك أستاذ إبراهيم مرحبا بيك غيبة عاد ما عاشت غيبة عالينا برشة أيوة تعود بيك الجمهور شكرا لك مرحبا بيك مدامة حفيفة ومحباب كل مشاهدي قناة الزيتون وبرنامج نهار نهاك شكرا لك قبل ما نمشي للشيف الموضوع حتى نهيئو زيدة سيدة المشاهدين وأنا متأكدة أنه مهم برشة كل العائلة أنه ما بين أني نعنف وليه كيفش هو كيفش نعاق براهم موضوع بحد ذاتوس إبراهيم ومنامذة بنا اليوم زادت نقف عليه معاك معانيها صحيح أنه البو والأم يقعدوا في حيرة لكن إنا نحكي على العنف الكبير إذا كان مثلا نحن نرى أن تلقر الحقيقة الموضوع هذا من فيديو الجدة اللي عنفت ولد ولدها على أنه قام بحاجة بشرية أكرمكم الله على روحه معانيها حاجته هديك وهو الطفل لو مانيكي شفنا الحكاية لقينا أنه أمه بوهم تلقين نوك نتصور أنه في حالة نفسية ما هيش هي أسباب من الأسباب ربما لي خاليته هو تأدي به إلى العقابة ذيك والعقاب بطريقة ذيك يعني كيب النار والضرب العشوائي هذيك بطريقة مبرحة فما تفعلوا معي أخوة على صفحتي وقالوا لي فما شكو قال لي احنا تضربنا كي كنا صغار سيبراهيم لحقيقة خالي نكون أنا لحقيقة نكون واضح وكون صادق لأنه الظاهرة ذي والأثار امتاح على نفسية التفل وعلى مستقبله في المستقبل الأثار الكبيرة برشة لحقيقة خالي نكون واضح في الكلمة من لول ما فماش عنف بسيطة وعنف قوية وعنف العنف واحد والعنف يتجزع بالعكس في محاجية يكون بعض الأشخاص يقولوا ما هو شعنف وهو يتصدر من المرتب الأولى في العنف وبالتالي ما طافع ليش خاطرين ناس تعرفت له قتلوا رأينا ساعات ساعات هكا في الغوش العنف أمروا الحقيقة مش لحاجة كبيرة نعرف كانت تارت عليك اللويدة ولوينها خايبة تنصحوش بها انتوما الخبراء قد تربي بعض لبنة مش بش نحاها الحق بي اللي بش قولوا مهم برش بي أنا شو شوية لكو جينا باش الشيفة تلنسي على روح الراسات مطاحة وخليهم يركزوا معنا وخلي يعطيك الصح واللي عندها حاجة بقل قاس تطفيها ودي تسمعنا هاي تفضل شيف عافيفة ذي الفندان تاعنا حطيناه في الغامكان بتاعنا اهه وبيج نحطوهم مئة وثمانين سات أدي مينوت سات أديس يعني سبعة لعشرة اي بيه برشة هاي لها في سا في سا كما شفت مصيغة على الله طب بعد نذكروا برسات اي ان شاء الله داكو نحن نكملوا على روحنا نكملوا على روحكم ونزدها هنا نتابع فيكم روحة شاي كبير ويه مهم برشة رعني هاي مع أنك ربما أنتي مهم الناس كل راهو أيوهس يا إبراهيم مهم برشة علايش لأنه مستقبل الطفل ومستقبل ولدي ولدك ومستقبل أطفال المستقبل مستقبل البلاد بني تبني على حاجة تذية بذبت كان أنت نظريتك ونظريتك في التعامل على الأطفال تتوقف على العنف اللي هو بيش يهز في النفسية للتفل وبيش يخلق نموذج آخر اللي هو موجود طوى ونشوفه الافترابات السلوكية الموجودة طوى وصرنا طوى وفق الإحصائيات الأخيرة منتع مندوب العامل مندوب حماية التفول سنة 2017 نحكيه عن 197 حالة انتحار طوى نحكيه سنة 2017 ل319 حالة محاولة انتحار وبالتالي يشوف الحالات و57% من الأطفال اللي يتعرضوا للعنف داخل الوسط الأسري و79% منهم فتيات هذه أرقام مش لعبة هذه أرقام إحصائية أخذ إحصائيات اللي قام بها المدوب العامل حماية التفولة بالنسبة للوضعيات العنف الموجود مخيفة لأرقام سيبراهي أرقام مخيفة والحقيقة تستدعي تضاف الجهود من جميع المؤسسات المعنية بالتربية بتاع الأطفال سواء كانت الأسرة سواء كانت المؤسسات التربوية سواء كان الإعلام سواء كانت الصورة الموجودة هات نحكيه على العنف كيف مسبقت وقلت من لول فما شكون يفرق يقولك هذا عنف بسيط وهذا عنف ماهوش بسيط وين نضرب بشوية وإننا فما حاجة ما أقو منك العنف الجسدي معروف اللي هو هذاك عنف انك تسلط عقوبة بالعقاب جسديا وتبدرس بعض أثار معناها مادية للوليد واللبنية ذيك فما يسمى بالعنف النفسي شنوه العنف النفسي؟ اللي هو الاحتقار اللي هو الإهمال آه هذا يعطيك الصحة سيبراهيم خاتة برشا أعباد يعطيك الصحة اللي العنف ذاك حاجة طبيعية ولكن ذلك عنف أقوى من العنف ساعة أنا ضد سعمحني حتى أنا دي ما نحكي معاك كأم طورا مش حتى أعلامية فقط سيبراهيم حتى النعوت اللي أنا أنا شخصيا نكرهها معنيها بالضب يا كذي أنا راو نسمحها ساعات من الصغار بيقولك حاجة آه أنا نقولك كيما قلتك أنا طوبش نقول نشاهد عيين ومعنيها نقدم في شاهيتي وكأم ساعات صغير يجي يقولك ياك الكلمة يا حاجة معنيها واضح بنجمش نقولها آه نقوله أنا نبحث على أسباب منين سماعتها سمحها من صغير آخر واضح صغير آخر بربي منين بش يسمحها من أسر طلا واضح هو قاعد يرد في الفعل كيما قلت لك فما اللي هي الزادة كيف كيف الإهمال كيف كيف المقارنة كيف كيف أنك تحقر التفلة التفلة ذاك كيف كيف أنك معناها كل الأساليب اللي فيها مقارنة يكون مس من ذات بتاع التفل هذه الأساليب أنك تقارن ما بين هذا وذاك أنك دي ما تعطيه كما قلتك الصورة الخايبة فيه هذا ما يسمى بالعنف النفسي فما يسمى بزادة بالعنف الجنسي خليناك نزادة كيف كوف الحاجات اللي موصلت خسطان الظواهر اللي موجودة تتوى والتحارج الجنسي والأتداءات الجنسية على الأطفال اللي موجودين اليوم والمجتمع عرف جرائم في هذا جرائم وعلى لا يعودها إن شاء الله فمثني هذاك عليش حين العائلات التونسية تاقف على أشكال العنف اللي مهدد الأطفال متاعنا الوقت ذاك نعم في قيمتها أنتي مش معناها أنك يقول نعرف ولدي معناها نضربه بلقيه بشوي كما قلت تتي فان برشة أمهات وأباها قاعد يتفرجوا فينا يقول لك نفس سؤال يقول فاني أنا قبلت عن نفت وضربني بابا وضربتني أمي لا والله ليه على فكرة بابا ربي يفضلوا أمي ربي يفضلها مانيش برشة لحقيقة أما كنا بالعين بال لكن والله والله هاو يتفرج فيها كنت عشي قول الوالد ما تخلينيش نقول لك كل ما توجعك وك العينين ها فقط شفتك العينين اللي قلتها والله سبراهيم ما تخلينيش نقول لك كل ما توجعك هي دجا معناها إحنا فهمين بعضنا اللي العقاب وذي لخلق التأميز اللي هي فيك هتروه عاملك بالأسلوب ذاك عاملي بسلوب راقي برش بالحق لأن الأسلوب الراقي هو اللي يخلق النموذج اللي تقاط عمل عليه في المستقبل علش لأنه فهمل كما قلت أنت لعملية الأسلوب يقولك قايل أنا ضربت ولدي وتعنفت عليه علش هو في ديغل ويقولك ليه أنا أنا تعنفت وضربت لا يا أمي يا بابا رو أنت ما تشوفيش الآثار متاحة وكتش تشوف الآثار متاحة تشوف الطفلة ذاك وقتك يكبر ولا في المراحق ولا حتى كيبني الأسرة متاحة وقتش تشوفها تشوفها في الصدمات النفسية وقتك تكون فيما صدمات نفسية فمع بادي ينجموا يتعداها يتنجموا يتجوزها يكون قوية فمع بادي ما نجمش تجوز علاش لأنه كان قبل تسلط عليه العنف وتسلط عليه الإكرار وتسلط عليه أشكال العنف ذاك الكل وزادة وقتش تشوفه تشوفه في أشكال مراقبة كيفية التعامل وانتي نموج تحس روحك اللي انتي ما عندكش رأيي ما عندكش كاريزما ما عندكش تحس روحك اللي انتي تخاض ما عندكش فيقه في النفس ما عندكش الاعتدال ما عندكش التوازن ما تجوش تعمل دار ومسئولية تكون نسبة للإفشال في انك بش تعمل المسئولية نهار اخر بش تكون زادة كيف كيف نهار اخر بش ترد الفعل لأنه كتك فما برش عبيدي يقول لك كذرب العنف بش تنسيه ليه ما يتنسيش هذاك بش يتخزن في المذكرة نطع الطفل هذاك وبش تشعليه بالأذى نهار اخر لأنه الوقت هذاك هو بش يرد الفعل على زوجته في المستقبل اللي هي أمه هو بش يرد الفعل على أولاده نهار اخر والزوجة كيف كيف هي بش ترد الفعل على الحاجات هذيك أكثر من كي نحن وصلنا طوى حتى نحكوه الاعتداءات أو التحرش الجنسي بمعنى الآثار متاعه فما يعني أمه ولا أب ولا راجل ما نجي مش يفتح دار نجي مش يحل البيت لأنه اللطف يا ربي يصالوا اعتداءات في اللي كان صغر وبالتالي الصورة ذي كرام فمش فالتفريق ما بالعنف بالعكس فما عنف اللي حكينا فيه العنف النفس اللي لازم ناخدوه بعين الاعتبار وهذه هي الآثار الآثار شنو نجم يعطي طفل اللي هو غير سوي غير متوازن يعطي طفل ما عندهوش ثقة في النفس متاعه يعطي طفل الاقتدار الذاتي ليه سلبي يعطي طفل اللي هو من الجمش يكون مسؤول يعطي طفل اللي هو متمرد طوى اللي نشوفه الأطفال المتمردين يعطي طفل في المستقبل التقاس سلوكات الملحرفة وسلوكات الاعتداءات ونقل الأطفال طوى ساعات تقولوا شنو اللي موجود طوى شبيت طفل تقوه فوق التراق وفوق الواحد وفوق الكراهب والعنف والذرة في الوساطة المدرسية عليش ذا يقول لانا الحقيقة فقدنا المهارات الأب والأم فقدنا في كيفية التعامل أو في كيفية العقابة ذا يبيدو كيفاش اين النجم نتعامل مع ولدي وقت كي ما ميقومش بالوجه يبت انتاعه انت تشوفها ووقتاش نجم انت كيفاش تعملية الدخل أول حاجة للأسرة لا ملكتش المهارات انتاحها وأهم حاجة هي المقاربة الحقوقية المقاربة الحماية كيفاش تكون ثقافة بعيدة عن كل التشريعات وعلى كل القوانين عمره مكان التشريع ويقول لك انت هوا يعطيك قانون هوا أقوى تشريعاته أو أكثر قوانين موجودة في الساحة لكن تقل عمف موجود ملاوين الاشكال المشكال في الممارسة في الثقافة في العقلية في عقليتنا في التربية وقت تكون ممارساتنا حقوقية داخل العائلة وداخل ممارسات المؤسسة التربوية المدرسة المدرسة اللي تبدأ فيها العدل اللي تمت فيها السعادة للتفل المقاربة ومش تمييز والله يا سيبراهيم حتى ما نصلوش أنا نشريوه بالفلوس معنيها أنا أمنيتي ولا أفوت فرصة في أني نحكي في هذا حتى أني أمر مرور كرام وأكتفي بعودة الهيبة للمدرسة الحكومية بالحق رأى ومهم برشة رأى وتعرف حاجة عليه سيبراهيم أنت تحكي زيدا كما قلت لك ديما نرجع للتجربة الشخصية متاعي رأى المدرسة وأثارها لليوم المدرسة كهيبة المعلم هيبة المعلمين اللي قراونا هيبة المدير اللي يستنى فينا في الباب ويعنقنا ويسلم علينا وقت اللي نجيب وأعداد باهية أذيك كله رأى ويرجع تاوه موجود ويرجع أحنا بش نعملوه أنا سمحني سيبراهيم على الموقات عفقت زيدا ملاحظة أنه فما زيدا صديقة كتبت لي ويتش في أمريكا ودرست معايا قتلي عفيفة شبيك تربط ظاهرة الحاد ثمديا متاع عنف المرأة الكبيرة بأنها تأثر على مجتمع كامل وعلى المستقبل هذا اللي كان يفسر فيه تواسي براهيم بالحق راهو إذا كان أنا نخرج تفل هكيكة بش يطلع معنيها مختل نفسيا نفسيا ومعندوش ثقة في النفس ومعندوش ما يكونش مسؤول بش يكون متمرد ومعندوش حتى حب الوطني وحب الأسرة متاعه لأن المواطنة وقتش نعز بالمواطنة وقتك تحس إذي أنا عايش في عدل عدل يعني تعافش من عدل في المقارب أنا ما عاشتوش داخل أسطي أنا في وسط أسطي نقى فما تمييز ما بين خوي الصغير وخوي الكبير نقى تمييز أنا في وسط القسم شنون مشكلة أنا ما ملكتش الكفايات والمقاربات اللي أنا يكون متميز يكون متوسط علش أنا نقى معلمتي تمييزني ما بين الأطفال للناس الكلية هاكي التمييز وكالمقاربة ديك هذيك التفل هذيك في المستقبل مش يرد الفعل والأم على الفكرة سمحني ديما نرجع للأم رانيسي إبراهيم وقتلهم معنيها سمحوني إذا كان التحامل مع الأم كونها هي الموذج النجح أيضا هي راهو العكس معناها الأم هي اللي تربي بذرة في الصغير بذرة كونه هو اللي دفع على روحه هذيك معناه يحب يكون متميز حتى اللي كان يعني نفسته سليمة بالضبط هو الحقيقة كما قلت تيسبخته قلت ومحليها الكلمة وأنا ديما ندعي لها حتى في قبل حتى للمجال الحكومي ولمجال الاشتشرافي المدى سلابد أن تسترجع الهيبة متاحة تسترجع القيمة متاحة وأكثر من الكية المدى سلابد أن تكون مدى الصديق شو معناها؟ المدى الصديق اللي أنا نمشي لها ما غير ضغط اللي عائلتي أمي وبابا وقت كتشيفهم انتحاناتك ما فيهاش ضغط ساعات اللي يتفرج فيها تقول بربي كيف يش تكون لها المدى صديق أنا ديما نقول بالنسبة لي أنا التقييم من ناحية المعادلات وذي موضوع آخر غالت مئة في المئة بالنسبة للأطفال من 6 إلى 13 سنة وأكثر من الكية لابد أن تكون نصف توقيت للمحامل العلمية ونصف التوقيت الآخر للترفيه والتنشيه هذا هو لا يعني للمهارات لتكوين مهارات عند الصغير مهوش التعليم اللي يكون كانوا مسلط معناها أحفظ أحفظ وهذا اللي ساير للأسف اللي يخرج دالناس معناها يبدأ تحتزيع العابتك يكون لها طب برا هل يعلج بطولك الموضوع هذا؟ كلها طب وكلها سيرفة هاي وهنا شوف هاي أهم المشكلة هاي يعني دائرة النجاح يشوفوه في الشهادة العلمية هاي يتنشي بتاخله شهادة علمية باركلة وممكن ما توفقش في بعض الحاجات وينجم يكون إنسان مش ناجح هاي وعمر وما كان النجاح تنجح رفيه كيما قلت إتي في المهارات اللي تنجم أنت تكسبها هاي وأكثر من كي خلن ناجح عن المدسة اللي أنا مهم برشة المدسة اللي تبدأ فيها إنها فيها أخصائي نفساني وأخصائي اجتماعي ودراسة الظواهر ومرافقة والله سمحني سيبراهيم سمحني على المقاطع لأنه اليوم نحب هذه الحكاية في كورة التالي سيمحيني وبينك وأنا أستمتع بهذه ربي فضل كأم وكأعلامية في الفصلوق ربي فضل سيبراهيم بالنسبة لموضوع معناها الأخصائي اجتماعي والله يلقلينا نحن كانت المدرسة صديقة أماراني مش نحكي على راودقلا ومش مهم شاب عين سنينة مش برشة معلمين أكثر معنيها مازلوا حيين ورب يفضلهم وصغاء وفاما فيهم مزاك يخرج على التقاعد معني اسيبراهيم كان المعلم هو اللي يقوم بدور الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي وكنت أنا صغيرة شخصين نسمح كلمة بيداغوجيا نقولش ما عليها بيداغوجيا بحثت عليها وانا صغيرة قاها البيداغوجيا هي علم كيفش يتعامل معلم هل طبش نسل لك سؤال معلمة معلمة تفضل كيفش كان المعلمة كان يحكي لكم معناها خارج الدرسة يتحدث معاكم ويعرفكم وتحكوه وتحكوه على حياتكم من شخصين أنا حكيوه في المدرسة حكيت عند برشة معلمين مختلفين لكن يجمعهم أنهم يحبونا بالضبط مختلفين سبداقني فيهم السعيد أنا فما معلم يوكو كان يشوفني توتا يتذكر يغير على خاترني أن نجي قبل ولده فمره ضربني بالحق أذير حكاية عمرها مساهم عمري ما حكيت عليها ولا يمكن يتفرش فيه الله يسامحوا أنا مسامحته عموما ضربني على حكاية فيها ولده ومعنيها نلعب ونحن وضربني على خاتر وأنا متأكدة في قلبي اللي هو ضربني على خاتر أنه نجي لولا أقبل ولده فيتقال أنه في فاديما لولا في قسمه ماذا به كأن ولده هو يكون لولا في قسمه وصدقني سبراهيم ننقمت عليه ولا لأني نحس أنه نحبه فقط عرفت كيف يش تتعامل معها انت فقط ربما يل هنا يجي الدور الوالدين الوالدين خطر نعرف كان قلت البابا بشي بشي خوط علي شي يعملوا حالة آي بعد سنين أهم حاشة لكن أنا عليش حكيتها أنه مهما كان المعلم نتعاملوا معها بمحبة صحيح معنيها كما قلتك فما معلمين معنيها معلم يحمل كي يذكرها معنيها معنيها معلمين اللي نسألوا علينا معنيها فما كانت فما تواصل فما إذا ما يمنعش إبراهيم بربي بش نعطي لي كله ذي حقا حقا فما معلمين توقع معدين هكا حتى أكثر ونحيوهم زادة بالمناسبة نحيو لكل مربي فما بشا معلمين وجابنا المنبر هذا مرحبا بالي يحب يجي ويحب يبرز تجربته مرحبا بيها يبقى المجال مفتوح أنا بالعكس أنا شخصيا نشجحها لحكية حتى تكون كيل عبرة وأيضا حتى تكون يعني الناس كل تحتاجي بها معنيها فما معلمين لا أكيد فما مربيين وفما معلمين قاعدين يقوموا بوجبهم وقاعدة لكن الحقيقة نحن نتوح حتى كي نشبتنا بخلال المثال نحكيوه على منظومة كاملة كيفاش المدلسة تكون صديقة كيفاش تفلي يجيه ويبدأ سعيد كيفاش وذي الحقيقة نشبتنا المدلسة كمؤسسة كمؤسسة لتقوم بعملية تنشئة على غيرار الأسرة أو غيرارة على المؤسسة تنشتين لتقوم بالعملية الرعاية وكذا كذا وبالتالي خليني نحوصلوا إن عملية هالعنف عنده أثار كبيرة على خيران اللي قالت على الباجر متاعكم عن المشاهدة والمتابعة متاعنا قالت أنه عنده أثار بالعكس عنده أثار كبيرة برشا لأنه الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في المستقبل فكت تفلة ذاك وقتك يكون فيه لكن ويهي الإشكال الحقيقة هم طول أنا وكا إني حاس بالأم والبولي قاعد تفرج وفينا يقول طيو أنا كيفش نجم نتعامل أنا ساعات ولدي أو أنا والله يتعش نوى نفضل طيو هكا تختمنا ونفضل يكون نتناولوها حلقة أخرى بالضبط إنه كيفش نتعاملوا معه كيفش نعقبوه كيفش أنت يريد تعطينا لمحة صغيرة ونخليوها إن شاء الله للمرة جاية سيبراهيم إن شاء الله الحقيقة هو إشن هو هو ما يسمى بالعقاب الإيجابي لوقتيش لعقاب الإيجابي فهم نسمى بالبرمج الإيجابي للفرر للولي كيفش أنا يكون برمج إيجابي ونتعامل نعاول دي بالضبط فهم ما تزود خيارات فهم خيار ما يسمى الحرب شو معناه؟ معناه أنا وكإني والحرب تزود زراه بخاترين كل ربح يخيل له ربح الحرب دي ما تخصب طرفين بالضبط لكن وقتش النجم أنا أول حاجة إنه نسحب نسحب روحي نبعد ونتعلم إنه إبلي نخليه هو يفكر في الإشكال ويجدله حل وأنا وقت ذاكي نعف روحي كما قال سيدنا بيسه الله سلم ليس شديده يعني بالسرع وإنما شديده ومن كتب غضبه يعني اللي يكتب الغضب بمتاعه وبالتالي نحن شنون؟ حشتنا بالإنسان كيفش وإن شاء الله في المرة أخرى كيفش نتعلم أنت المهارات اللي تلك نجم تكسب كيفش تكتب الغضب بمتاعك وكيفش تكسب المهارات هذامه وكيفش أنت من خلال تبعد على العنف أنت تعمل الحرمين إنه تحلم من بحث أنا سعى بالسيح يا سيبراهيم بالسيح أي ولا أكيد لو ما هيت الكل ما وكيف لا لا صحيح لا 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 لقيت فيما كلمة قلت للأولاد ربي يبارك فيه قلت يمحليها كالنظرة متاع العينين والوقفة به برشة إن أولادنا إن علموهم معناه الجسد متاعنا كيفش يتكلم غيما نقرب له فهما مسافة بيني وبينك واختب العينين كي أنا عباب اللي هو تغشش آه رجع روحي وننظر روحي الكلمة اللي قالها الوالد قالت ما تخلنيش أخذه وكأنه عمل مسافة هدنة ما بيني أنا وياك بش أنت تعمل خيار آخر وتحرق وكأنه فما ذكاء لكن سيبراهيم راو بش مكون صادقة هو صحيح الحقيقة احنا بالنسبة العلاقتي بالوالد علاقتنا بالوالد لكن بالنسبة نحكي للعمار الصغيرة اللي هي متمردة اللي هي مزيلو سدية بتاع ثلاثة سنين بفهم حاجة إحنا كيفش نعمد ره؟ نحن معلوم بها وحكيناها في حلقات أخرى أختي عفيفة ذكرنا زي هاي اللي هي فما يسمى بالتمرد اللي نحنا قلوه أو الأيناد هاي في الثلاثة سنين رو عمر حاجة طبيعية بالعكس ضرورية صحية عدم وجودها هو الوجود حال ينطفي ربي معناها مرضي ومش نرمال معناها لوليه للتقافة ثلاثة سنين هاي هاي وفهم في فترة المراقبة رو حاجة طبيعية وبالتالي بالعكس لازل نحنا عفيفة فيش نتعامل معاه وننعزق أكد يقول كلمة ليه نتناقش معها بابا أنت قلت كذير حتى أنا مش أقول كلمة بركة طوي للمشاهدين هو عاقب ليس يسبق كلمة بابا أنا نعفك اللي أنت متربي وبيهي علش عملت ذي أكو سبقته كلمة متربي وبيهي صحيح على قل بيتبيع بيتبيع الصورة راي أهم حاجة وانت كبير أنا أقولها أرسموا الصورة اللي تحبوها تقول أولادكو في المستقبل تكون الإعلام طوي والصورة اللي موجودة طوي نحكيو على العنف علش الصورة اللي موجودة اللي قاعد تتخزن عني العنف أرسموا الجمال أرسموا السعادة أرسموا المحبة أرسموا الحياة أرسموا إيجابيات تنلقوا تونس في المستقبل وأولادنا في المستقبل بكتصورة جميلة لبنينا هالفقرة المزينة هذية أنا كان يوعدني كل جمعة نبدأ بحذينا سيبراهير خاطر ديما نختموا بالإيجابية وأنا طوي ذكرتني بش نحكي على حافة صغيرة ضحك ومن خلالها نحب نتقدم للسادة المشاهدين المشاردة هذا اللي بنيك مش موجود في الإعداء أنا بش نقوله توا برب اللي عندهم حادثة ضحكوا مع صغارهم مثال شبع ثونة حاجة إيجابية كما قالت إبراهيم موقف أنا نعطيك موقف مثلا سأر لي لصبوع الفارد بديت نعلمها شمعنيها خدمة مهنة هي مش في بيل بنتي المهن في الدنيا لكلها فنينة ولا تبيب يعني بوها ولا مذيعة استوديو كما تقول هي كأم ها فقعتنا على الم فيها في المهن من المهن اللي شدتها هي بيلوت تقود الطائرة وحكيت لها لي هي صغيرة سفرت لكن توا مزيت ما سفرتش فطلع يا سيبراهيم معني قلت لها أنا بعد ما تعلمت المهنة خليتها تختار معنيها قاتلي أنا نحب قلت لها شنو تحب تكي تكبر تولي ونحب ربي كل أم والأبو تبعثونا هال حكاياتي ذو ما نحنا نقراهم بالقسم مشكون وعليش واحنا توقلكم عليش حلوة برشا قلت لها أنا عليش يا ماريا متحب تولي بيلوت قلت لي قلت لي بش نهزك للحج قلت لها بايه وبعد ما تهزني للحج وين تهزني قلت لي بش نهزك اللي برتاها قلت لها شنية اللي برتاها قلت لي العمرة معني قلت لي عمرة صغيرة على فكرة يعني أخصص بركلة النفذ جمتها أربع سنين أربع سنين والله فكرة حلوة مدام عفيفة إيش خصك أن تحطوها دي في البرنج جمتها كل أسرة عندها اللحظة حميمية سعادة كده كده والأطفال كده تبرز السعادة والحياة نبعثوها من خلال هذي الفقرة اللي راهو مهم برشا أنا راهو كيما نقول أنا اللي اللي منجحني معاكم هو هتلقى أي اللي ما بينيو بيكم وأنا راني أم قبل ما نكون إعلامي قبل هذا حاجة معني أنا نسبقها على خدمتي فأنا نعرف شو معنيها أم تحب تلوج على حلول أو أم أنها هي جسم تيحة هي تربية توليدها إذا كان عندكم حادة إيجابية مش حكيها إيجابية حاجة تضحك أبعثوين سورة كما قال سيبراهيم سيبراهيم بيش تلقوهم معانا إن شاء الله كيف فاضي جمعة جوية ترجعنا ربي عزك إن شاء الله عايش إن شاء الله بيش نتحذب ربي سيبراهيم على كيفية العقوبة اللي هو مهم برشا نعم وخلينا نكونوا إيجابيين كالعادة إن شاء الله شكرا لك سيبراهيم عايحاني أستاذ وبحث في علوم وتقنيات التفولة نمشي نجيك ولا ما نجيش؟ مرح بي نجي بحث نمشي بحثة رانيا خليني نشوف وينو صليها رانيا اليوم؟ آه تاب دجا بيهي ملا نعمل معها شوية جلاس نعم؟ نعم نعمل معها جلاس آه عفيفة نحن ما عنيش وقت إذا كالوي عنا الوقت أي ما يمسيش عن معت نحسينه بعد واسمارت شيف خليت للنا حاجة صعيبة مفهمة شاي سعي سعيسي سيبراهيم نتقابله إن شاء الله إلى أسبوع القادم إذا كي ممكن خلينا نكمل في حكاية العقاب كي ما قلنا معاتش نوصل النتشو شعرنا ولا نعايتو وعلى فكرة حتى عيات المرأة خلينا نقول خطي دي ما في عركة متواصلة مع عراج أنا أكيد لم يكن في ِ أم قبل في ع babyEu وما قالت هاي ليش راني اينا نصيح اذيك ميأثرش بربيع الصغير قد قولك حاجة سيبراهيم وقالين نصيح وميجده سيده 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 صحيح وتغنجيه زيدي ولي اعند يعني اللي اعند اما اينا نتفرهد سيبراهيم ايه ما انتي خاطر تخرج مستحقي مش تخرج لا اينا نتفره وانتي العملية وبعد نحكو عليه انتي بدك مستحكة انك تفريغ الطاقة وانا اينا نتفره وستخيص وكذا والبريسون والضغط نحكي لك حاجة سيبراهيم انا مهدى بديسفوني انا صارت ليديسفوني مارتين سني فقدت صوتي في الموسم تعشتي حفيت بيبي يقول يرد بالك على روحك حتى نعمل لسيونسي ملقي تلهيش وقت عادة انا حتى في السياح مهدى معانيها بالنسبة عايشة كنتوف بك ربي اما نتفرهد نتفرهد عادة راجل دي ما في عركنا وياه ميجيش وميسحة شجيرين وكذي وتعالي صوتك ومناعرفش عادة يسمع ولا الله اعلم فاناش القول بربي الحاتة وكتبه سهين على صفحتي قلت انه سيدنا عمر رضي الله عنه وقت لي هو امير المؤمنين جاي جاي سيد وكان بشي دق على بابه والسيد هذا كان بشي يشكي بمرته الامير المؤمنين بشي قوله بشي استشيره شنو انا عمل معها الي هي مرته وكانت تعيت برشا قالوا الراجل هذا وقت لي مشي بشي دق البيب على دار امير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه يسمع في مرت سيدنا عمر تسيح فقال رجع بطل الدقان ورجع بما انه سمع سيدنا عمر دقان البيب افتح البيب وقالوا ما بك اه ما خطبك ايش بيك معنيها جاي قالوا ليه حط شيء قالوا ليه مدام دقيت بابي جاييني عندك حكاية ونعرفوا علاقة سيدنا عمر طبعا برعيته نعم فشد فيه صحيح قالوا انا يا سيدنا يا امير المؤمنين انا كنت بش نشكي بمرتي اللي هي تسيح فانا سمحني راني سمعت زوجة امير المؤمنين تسيح فحشمت على روحي قالوا يا اخي قالوا هدئ من روعك وتعديلها قالوا هذيك اللي استحملتك واستحملت معنيها تعبك وتعب دارك وتطيبلك وتحذرلك وربيتلك صغارك قالوا اذا كان ساحد مش مش مشكلة خليها تسيح هذيه الكلام معنا شكرا لك سمعي أعيشك جيما الحديث معك شكرا لك رانيا جوه ذيته تشوفوا ان شاء الله هابينو تتعرسطوا الحكاية ذيت فيلمها برشة مشاهدينا نمشيوا نتواصلوا بعد الفاصلة ان شاء الله موسيقى وباش نختموا مشاهدينا معا فاقر مزينا الاسبوع هذا وكا على غير على خلاف العادة نهار ثلاثة على الخميس لكن هي من الفقرات المحبة ليكم ولينا زيدا سعيدة جدا بستقبل سمية داود بغزيلا بنت الدار عاد مرحبا سمية مرحبا الحويل يا عيشك دي ما يحكي ولي عليك ونقول لهم اي نتعلم راو قاعدة نتعلم معناها ونمشي كدو وصاقا كا طوطويتين اخت حاجين ونعملوهم به حاجة مزيانة كالعادة اليوم عنا فكرة اخرى وحاجة انت حكي عليها عادة اليوم هجينا بالفكرة الرسم على الماء اللي معروف به رسم على الماء وقاله الماد بلينج باينت معروف هكي اي برو فما يقول اي برو فما يقول مار بلينج باينت فما بالعربي هو رسم على الماء كما تشوف عفيفة الطريقة هذية كل القطعة تخرج الوين مختلفة ورسم مختلفة على عمرها تخرج كل القطعة كما اختها معناها سي اختي ستيك على الاخر كل القطعة تخرج محبة برشة لحكاية خطر فيها هكا كتخزرالها هي اختي ستيك على الاخر تخرج عليها مغبرة تخرج عليها مغبرة كما اسموه هو الو برو دوي اسموه مار بلينج افكت سي رخامي معنا هي اعطي كل افكت تخرج عليها حاجة رخامة با انا سوئل لما نسأل لكم من يقدك على دي ما نسألها سوئل لول انو نشوف معناها محامل مختلفة كميش هذا فخار فخار هذا توال هوا الابانتاج على البرودو هذي نجم تخدمه على نمبرتكال سيبار يخدم على السيرانيك نجم نخدمه على البوليستير الغزين الجبس نجم نخدمه على طوال كما تشوف القطعة عادية في يدك نجم تخدمه على القميش هذي السوا ساتيني زاد السوا هكي السوا الرهي في السنسيس نجم نخدمه على لوح زاد يخدم يخدم على لوح المفيد هنا الاسسوس الصغيرة اللي بش تعطيك اللي في مزيين معنى الكولور يخرجوا مزيينين يلزم تكون وخذيت مثلا شواط أحمر نحن في نيبل ولا في تونس معروف الفخار البيض الفخار الأحمر لازم تدهن الفخار بالكوشة كريديك بيدة قبل ما تبدأ تخدمه هذي هذي هي الاسسوس اللي اللي نجم نخدمه بش يعطيونا الكولور اللي نحن مش نحطوهم يطعو للوين ناسعة والوين كيمهية معنى يتحط الأزرق طقها أزرق ما يدهش إذا كان مش تخدم على الشواط الأحمر للوين تدهش معنى أنت تتهز الكولور ملول يظهر لك مزيين ومعنى بعد يشربوا هاك الشواط الأحمر وللوين كلها تطفى لذي هي الخدمة على أبيض إذا كان مش نخدمه على اللوح يلزمك اللوح السخفاسي اللي بش تخدم عليه تدهنه بالبلغ وبعد تخدم الطريقة اللي نتوى مش نخدم اللوح والفخار؟ أي قطع، يلزمك تدهنها بالأبيض البلغ الحقيقة ما يشدش فيه كونشي آنكا أو بش تخدم تعمل كوش الأنام اللي تعرضني اللي تقوش عليها هي كيلاك خيليك ما سبيسيال فيخ تدهنكوش بيضع نقولوا فاشكا ولا الفاز اللي بش تخدمه وبعد تخدم عليه يلزم يكون سيباق أحرش بش يكبش البلغ الحقيقة إذا كانت تخدم على حاجة ليس بلاستيك ولا بلار بش يتيح ما يشدش هذي هي طريقة اليوم دونك اليوم اشعانا انا عندي بصان هنا فيه الماء الماء هذي حذرناه عن البلغ الحقيقة القطر البودغ البودغ هذي نحلوها في دو لتر دو تيت معناها ماء دافي ونحلوها كل غبرة هذيك فيه نقعد نحط يعني هو بش يكون لباس اللي بش نخدمه بياه جناخد زوزرويت الماء يعني هم البودغ هذيه 45 ملي لتر هذيه فيها بخيسك نحلوها كل 45 ملي لتر في 2 لتر دو الماء يزم يكون دافي تتاخذ الماء وتتفرغ الغبرة هذيك وتقع تحرك فيها حتى ينتحلها سهلا ما فيها حدشي تصفيها وتفرغها في حاجة دابوسة بلاستيك وتعمل وحاجة تفرغها فيها وتخليها للون دومان تستعملها مستعمل هيش نهارتها لزمها تبيت هي كيش تبيت الماء معاش يكون جيري بشي ولي خاثر شوية وهو تويك الماء هذيه اللي احنا حضمناه وحضرناه دونك الكمفوزيشيون متاع الماء شوية خاطرة مش نخدمو عليها مش ناخذو الالوين هذيه متاع الماربلينك باينت فما برشا الوين في البرودو هذيه كي ما تشوف فما الورانجي الجون البرغ البلو تيخواز غام كبيره فما البلان فما نوع اللي انتي تحب ناخذو الالوين متاعنا ونبدأ ناك هي البرپاراتي متاعو هي الماء طريقة هذيه الرسم على الماء لا 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 سمحني البرودو هذيه ماربلينك باينت مكتوب علي ماربلينك باينت وقالة إبرو يعطيك يعرفوها معروف برشا البرودو هذيه الطريقة هذيه دي ما يستسعبوها عفيفة في تحذير الماء ليه هي سهلة على اللقم هيش صعيبة يسو في تجرب مره توحل فيها سخاترها فريمان جوا عليها حتى ما عصار نجم تخدم ناك هذو ليكولا قالك سيد المخرج نحاولوها هاي المهم احنا تكون هذيه هي الحاجة الاولية معانيها تكون هكا بمدهونة باللبية دونك هذيه اللي بش نخطم عليها انا ما يقتل اختاع رختي سوماية ايه اخي هيتها جاي بازوز مسكويت حفانا وعفاكم الله قطلة هيته هيتك القناع نبدأ بالمسكويت قطية عفيفة هاي والله عجبني هوا لما حالة يرمز الى المسرح هاي تاخذ الالوان يعني اللي احنا بش نحطوهم غادي بش يظهرون على الهه الشواء اللي انتي بش تختار وش تحطو فوق الماء هو اللي بش تقاه على قطع متاعك هاي 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 ناخذ مري användes أسهل برشا تسهل لك الخدمة والألوان هكيكا ما تدخل شبعه نحن نأخذ اللون نبدأ نخدم بطريقة هدية نأخذ اللون ونطرش هكي عافية نعرش الكاميرا اللي هنه توصل البلاتو هاي توصل قاعدين نشوفه باش يشوفوا ليفيت تاع البنجور نأخذ الألوان اللي نحب عليهم شوفت القطرة بتاع البخودوية هي مش تعطي إفي وتختار شو هم تعليك ولاغا متاعك كما أنت تحبوه نحن هنا الألوان اي نحب عليهم نحطهم نسق الألوان متاعك كما انا نحب نشوف هم في فان دونك سهلا مهير صعيبة حتى تر هيا يبدأك تبليم نعيس هنا وتعمل هي تنسق الألوان هي الحكاية الكل في تناسق الألوان متاعك كما تختار الألوان تتخرج على بعضها لهذا ، سيبايزان هية آه عجبوني للكولر بالحق ملح ليه ناجم عافية نستعمل هيك كوردان ولا حاجة صغيرة ونحن نعمل ديم موفمان هكا تخوش عليهم أوراق يا ذي الصغيرات يشيخوا عليها طريقة هذي يا شنو يشيخوا يا سمي يا بخيتي تبدو بالماسك الصغير والكبير عبشيفه قالك السيد المخرجين الشارف وشيخ يا عماد عماد لبوا تحيا لك خرجنا طبعوا في الكاميرا لا أحبت لكم لا أفقتوا بي أي روعة ناكشعتي الغزجلتها هكي ها ها هو الماء دجان زيت الحصوم اي ذاك الماء الكل و تخليه استقطر وبعد تحطها لحاجة هكي نحضر البطيه هذي باش مصحوش الدنيا ونخليها تشيح ناك ناك نخليها هكي هذي إذا كان قميش نفس الشرق نحبتوا نفس الطريقة إذا كانت رافا ما بلايس هكا ناكسين عادرة وتعود وتغطس كما نشوف هنا توا الكوته هذي ناكس شوية نرجع نعاود نعملوها كي ورجع شوفت عفيفا الوين تمشي للالوين جي معا الالوين تطلع معاك طريقة هذي توا التندانس في الضوافر ومعروفة توا برشا في الزيانج والليزي السيتياني خدموا فيها فهي طريقة الماربنينك بينت ناك نخدمها كي اللاستوس لهنا بين البانتور والبانتور سيبوزان انا عطوا الالوين هذي عاجبتني فاتباق ما نحبش نخسرها اللي فضلت لهنا في البلاتو متاعي نجم نزيد عليها الوين ونكمل نخدم بها سطرة عندي ديكوان هنا ماستعملتهم مش نجم نستغلهم هنزيدو الوين نجم نزيدو الوين أخرين ونكملو نخدمو بنفس الطريقة اللي بديت بها ناك ما زالت تسلح بحكم اي ما زالوا فما الوين ما لوش ننخسروا شيهم نعودو عليها خير نكملو معليها مثلا الماسك ليخ نكمل الماسك ليخ اللي بديو بخسك نفس متنسقي سيخطو اذا كمش حاطل حاجة بعضها فالدكور دار ولا نكتبش ديما في اللي مام كولور اللي انتي خدمت بيهم شفت عفيفة لكلها وازع غبانيش قاعدة نهز ونحط في اللي كولور هكي كبال فلقائية يعني ما فماش حاجة هكا محسوبة ولا والالوين ما نزيدوها مش الماء ديريكت من الفلاكان كما تشوف ناخد شوية الكوتانتسي كوردان بلتو ناخد مراكا نعمو شوية هالموفمان هذي ناخدو كل ماسك في بريتو مراكا ما تخافش حتى وكي نختص اللوين ما يقلقش ما فم حتى حاجة تخوف نعمو شوية نعمو شوية نعمو شوية هذو ما زوز سيراميك خدمنيها توقع دينيشي هذو ما نشيحو ناخد طوال ناجمو تخدم طوال هكا تخدم عليها ناجمو تخدم على البابي زيدي عطوال أماتر تجم بابيه هكا بابيه كارتوني بابيه كنسان نجمونا خدموها طريقة هذية نزيدو شوية ألوان نفس الطريقة نزيدو شوية روش هذية الطوال نشدها نحليها 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 هذية تجم الطوال نجمو حليو هذية اللوفان اللي العبيد اللي تخدم برشاعة طوال ويعمل اللي تابلوه الكل تجم تحذر هذة اللوفان إذن ديما تخليها ديما تطوال كيف تهزها تخليها تشيحها ما تقلبهش برشا باش الموفمان اللي انتي عملتو اللي 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 ما يدخلوش بعضهم ويذيعو نفس الطريقة هذية نجمو نخدموها في السواء إذن ديما كيف تغطس السواء تهزو ديما تتحطو على حاجة بلاتها كيف يشيح اللي 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 انتيح تحصلت عليه تخليه إذا كان مشتوق عديما تتقطرها برشا كما أنا عملت في الماسك يحبطو اللي كولار فهمتني عفيفة كنت حاب ناخدو نكمل فاز واحد آخر باش تكملوا المرحلة تكملوا لتابع ديما باش نمشيوا المرحلة تشيحها ومبعدش نارفو كيفاش كيفاش كفينيسيون تهزينها شفت قاعدا نستغلفك البلغيس اللي موجودة البلغيس اللي يفضل في اللي كولار ايه شفت كيف يفضل لك هكيه تابعوا بالسياسة او كهلل سيدي رمضان رمضان قريب قريب والله يجينا مبروك ان شاء الله اه هذيك بوقت شانديلة تحت فيها بوقت شانديلة ايه شفت تماش حتى واحد مشكلة عفيفة يزمك توقع ديما تطبع هكي بالسياسة الوين يوصل انا الهنة الفلاتون متاعي مش غرق ايه برشا دان كباسة هذيكا موصل لهيش مشيو بالبانسوس ومعيه ايه اوك تجم توصلها هكا اوك كهو ايه احطعته كران نقيق تتبدل اوك حاليها تستقطر هكا شويه ننحطوها هذي جوب حق صغار اوك هذي هي طريقة طريقة البانسور يعني اوه الهنة الفلاتو هذيه كذا كان تويكا اينا خدمت برشا دي سيبار وما زلت نحب نخدم مقطع اخرين سيبارك برشا قطاع وما نحسو الوين معاتش مزينين ودخلوا بعضهم الهنة شو عاملو عفيفا ناخذوا بابيه ولا جليدة ولا نوع تعورق وتاخذ البابيه متاعك تفرشو كما انا عملت كما عملت لالتوال تحط البابيه متاعك هكا تقص قد البلاتون متاعك تحطوها هكا البابيه وتهز الليكسي تاع الكولور الكل تقيموا هكا انا طبوش نقيمش نقيم على الحويجي لما حالة انا تقيموا هكا انا اضاف لك الطبق نجمو ناخذ موها هكا هذا على بابيه كونسان كما قط لك على طوال نجمو نخدمها نجمو نحطوها هذيه يبيضة تبلو يسمي تبلو ايه يباش قطلك التريقة هذيه متكلفش وتجمو نخدمو بيها للصغيرات برشة حاجات يعمل عليها جو طريقة هذيك اللي نطفو بيها البلاتون تجمو حتى جريدة تحط تشبد الالكسيت على البنتور الكل ونعاودو نخدمو نفس المرحلة عين خدمتها ونخدمو برشاق طايع بطريقة هذيه نخسروش البنتوره متاعنا السواة والليكاليتي دوتيسوة اللي نجمو نخدمو كما تشوف الهنى عفيف فالينا خدمتهم نجمو نخدمو نفس الطريقة نجمو نخدمو السواساتيني هذيه نجمو نخدمو السوار هيف تجمو تخدم اللقطن تجمو تخدم المالتي اي نوع انتع قميش يخدم عليها الاستوس لهنى اللقميش باش الليكولور يشدو في القميش يلزمنا الماء هذيه على الدوليتخل يحنا خلطناهم ملو يلزمنا مئة جرام شب شب نرحيوه نزيدوها في الماء ونخلطوه بيه والشب هو اللي بشي خلي للوين الالسوفيكس على القميش معناها بلغسيل وكل معاش تتنحق إذا كان مش نخدمو على القميش يزيدو الشب للماء متاعنا هذيه هي الاستوس بورتيسور هذيه هي الاستوس بشوق المرحلة التي تخليها تلمع هذيه هي الاستوس بشعر هذيه هي الاستوس بشعر هذيه هي الاستوس بشعر هذيه 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 هستعمل فياها هذيه 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 سواء مزمنا ناكنه هي نخذو الهن فامله فيرني كريستال فاناش الفرني هذيه هي تنتاجين كريستال يعطي افه طريب ضيف لقرق صحيحه هذيه اين موليه وبلارى هذيه كالصر الافرني هذيه يعطي الافيه يترق عليه إماي في الكدنس هذيه هذيه وضيفة اباسدو ريزين يموليه حسناً بإغ trotzdem ... أبلة هي بفرنا حسب هكذا يجب أن نسخنه. يجب أن نسخنه بسيشوار أو تحط بماغي و تخليه تأخذ الصخانة و تضوب بالكديل. يجب أن تكون ذيبة مع الجيمدة. لذلك يجب أن نسخنه بسيشوار. يجب أن نسخنه بسيشوار. يجب أن يكون جيري هكي. كيفية؟ 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 لكي نسخنه كبلي. شف عنا كبلي في كوجينة تقريبا موجود فيها دوبلا. أي دوبلا دوبلا نعاونك. لا أتمكن من يشأل فيهم دوبلا معنا هنا. لكي نسخنه كيفية؟ نفرغي هذا المصدر. نحن نأخذ بفضل ونقوم بفضل بطاة من البرسيسة والشعب. نحن نأخذ بفضل هكذا. نحن نأخذ بفضل. نحن نأخذ بفضل. نحن نأخذ بفضل. لا نأخذ من الكتيجان من هذا الظتور. لأخذ Zeit. إذا كنت نأخذ الزلج من هنا. إذا كنت نأخذ الزلج من هنا. إذا كنت نأخذ الزلج من هنا. إذا كنت أمضي الكلام بسبب. إذا نشتر، يجب أن نفعها نفس الوقت و يجب أن يكون الناس سخون و يجب أن يكون الناس جاملا نأخذ هذا فلاكن فلاكن نأخذ البنسو لكي نعمل بها نضع البنسو بلاه لذلك يشعر البنسو الأصفر قليلا و قد تحركوا قدمي الترانس بها و تبدأ تظهر و هذه الحقيقة هي الناس المتع الغزين لذلك يجب أن تخلط الغزين ثلاثة دقائق لا يوجد وقت لكي يجب أن تخلط الغزين لذلك نضع البنسو قليلا نضع البنسو قليلا كما قلت لك عفيفة لا يوجد وقت لكي تخلط الغزين لكي تولي نجم و نستعملها يجب أن تخلط الغزين لكي تشعر المثل تنقص معاش تحسها سافرة برجة. تولي هي بخيت باش انت تجم تخدم بها. باش عبيد يقول نفس الكمية نحركها هكا بشوي. هاي كا بديت لصفرية. تحسلت سورية تنقص وقد ما سورية تنقص قد من غزين حاضرة باش نخدم بها. كيف تحرك بارشا باش مطعمل شكلة بولدير تحرك بالسياسة. وتبدأ تاخد. البنسو اللي هني مش ناخد مو بيها مش تتلوح سخاطر الغزين يكبش في البنسو. ننصحكم متاخد موش بنسو غالية. لابيك البنسو عادية مهيش غالية تاخد بها لتاب هاذي و بش تتلوح. لتاب هاذي. يأتيك بريانس. لماسك متاعي شيح. شيح ولا ماسك فيسا فيسا يشيح الفرود فيه. نوك عفيفة في الغزين فام الغزين هذي اللي هو فيرني غزين. وفام الغزين اللي نصبوه في وسط البلاتو. يعطي تخوش عليه فاس بلار. يقعد يشعل. ويعمل تخوش عليه فاس بلار. ما زلنا ما خدمني هشتون نخدموه إن شاء الله في حلقات أخرين. مطلوب برشا ودي ما يقولو لي علي بيش نخدموه. أما هو اللاسيوس متاع وكي ما خدمت ليو. شو قولك الحقيقة بيسا يشا. قل انتي خديت القطعة ديك. انا قلت تعم فما قطاع أحلى. معليها منها منها. اي. نلوينك اللي انا منش مقتنع بيهم برش. لازرق هذي. حتيت انتي الغزين. تبدلت الحكاية مزيانة مزيانة على الأخر. وفيها دوغي هناك. وكما ما فبدتش فيه. دوغي هذيك وش نواليه توكفاش ناجموه. نخدموه تعرضني لو سيبق ما في حد شي. اللي حبي يزيد حاجة. ما خليهاش ناتوري. كيما هكيكا. يجموه نزيده ذي لطريقة الفويل باند. خدمناها قبل كنذكر عفيفة في الليكوسا. بالورقة الذهب. نجموه نزيدو حاجتها كيه للقطعة متاعنا. مزيني. الفرني كيما هكا. ما في حتى شي. تمشي لابليكاسيون ديريكت. المفيد البانسو تبدأ معبيه بالكديب الغزين. باش ما تخلفش. سخاطر هو الغزين. الفخار يشربو فيسا. دانك يجموه تكون لكوش شوية إباس كيما نقعد نخدم فيها. باش البريانس تضاييس حلوة. توقع دك اللقاء به. متاع السيبور متاعنا. داك. كمان نفرنينيها بخيسك. هذي الفرني من أقوى الفرني الموجودين في اللقام كادنس. فرمان فرني يشعل برشا مزين برشا. اما يزم الفرني كفي بدا يشعلها كي نعرف فيش نخدمه. موش في اي التكنيك نحط الفرني بريان. في التكنيك دو بتناج كن لحصت شي عفيفة. دي ما نحاول نخدم بالفرني مت. ما نحبش البريان هذي. بطريقة البريو مزين يعطي حاجة حلوة. داك هذي الفرني. هما شفت. طب القطعة هذي. هذي قطعة فيني. شفت تشعل للكولي. والبريانس هذي تقعد هذي. 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 هذي الخطط الملد Isn вещ jed вещπه. نقول هذي الخطط الشدم ن lil. هي المتركة ونعمل الم Brenda ، و moundزل و تجل البحث czyli السفريان. و نتابعهم المفارة الى هوانيا segundo من مل. و نخدموها هكي. نعمل المفارة التي نحبو عليهم. و نقلوها تشيح. هذا العقل يطلق تشيح لكي تشيح ترنسبران مثلا نعملنا هكذا موذمان كيما في الفاس هذي نجمو نعملو ديسير كي نجمو نعملو موذمان اللي نحبو علي هذي كيف شيح تشيح ترنسبران عفيفة الكل هذي باش نلسقوها بالورقة الميتال هذو ما اللي اتعرضنا لهم سبق نحطو الورقة هكا نحطو الورقة هكا ناخذو الورقة متاعنا ونحطو الفاس هذي البغيانت البرع وننزلو عالكل ونجبدو مش نقاو ورقة الذهب لسقط في الكل دونك هذي الدكور غني نجمو نخدموه في طريقة الفويل في الطريقة البرع اللي انا تعجبني هكا نخليوها اكتر سامبل باش لكولوخ تظهر برشا كم هذي نرجع اوكا نبدو دوردو نرجع الوزة مزينا برشا مزينا برشا مزينا برشا مزينا نحقيقة كيف تعمل الفيرني في الكريستال هذي هذي البغيانت البرع يظهر وتحسو يحيا كيف يحيا قادمات تحسو ديهش شوية الكريستال فانه هو اللي بش يخرج الفاليغم تاعه كيفش كانت كيفش واليت كانت تشوف عفيف الفاز هذيك سامحني كيفش ميكسينا السيراميك مع اللاتيسوي انسواء اخذينا قطعة اسواء هذيه بعد ما خدمناها والفاز هذيك فيها كيف الوذن دخلناها فيها وعمنا بالضبط كيما يبنت فانينا بنت فانينا ومرك هينيه تجم تزيد اكس اسواء كيما انت تحب تجم تتخدم فيه نجم وعفيفة زيد الفاز هذيه مثلا هو القرن هذيه راهو كل قطعة وهي نجم تزيد كما انت قلت الهني نجم تزيد هذيه نجم تزيد هذيه نجم تزيد هذيه تربته هكيه نجم نزيد بوكل مزيينه هنه حلوه هذيه القرن هذيه نجمو والبارتي هذيه نقسموها من هذيه والبارتي هذيه وندهنوها بالدورة دورة متالية ناخذ دورة بأكزامل ولا كويفه ولا حاجه تخرج على الوين متاعنا روج ولا سيخطوه فالقام دورة متاليك دورة متاليك دورة تخرج على القطعة متاعك ونجموها ندهنو بارتي هذيه ونخلوه هذيه يرجع للضوء متاع الوشاهد الوين ودنيو وإبريد وعالم اخر هذيه هذيه القطعة هذيه نحن كحوح لكم من رجل ونحطوهم في الكوجينة يخدوهم قبلين تقلق هذه الصحة ماذا نحنقل انا قد نحنقل قد نحنقل قد نحنقل يبدأ الـ 26 حتى الـ 6 لـ 6 مايه أنا معك إن شاء الله سوف تكون محرورا لنحنقل لك إن شاء الله نحنقل بإن شاء الله يعتني كالصحة دومي داويد بغزيلا ترجمة نختم حلقة اليوم مع شيفة حاجة يسر مزيانين حاجة يسر حلوين يعتني كالصحة نمشي لشيفة ماهذا؟ يا أخت والأبداء الأخرى هذي فندان عافيفة كما تشوف هوني تشوف قاعد تشوف سيد المخرجة باه كنت نحكيكم على ريحة النقرونة وين ويك جانين عافيفة وين ويك جانين كلنا جانين فغمو كنت عافيفة منا نختم فيه ساعا فكرني شيفة عافيفة نحنا هوني كما قلنا عملنا بوتانيسكا اللي هي سهلة تقلي على فقط بحاجتي إذا ما عندك سمحني يا شيفة إذا ما عندك هذي في دار اي حتى هذي تمشي هذي هذي لقمش بيتزا لقمش هذي قد عندك مثلا هذي ومعها هاذي قال والتي هاذي ومعها قدك سانران ومعها هيفي ووش تعمل آخر وهاذي ليتوهم هذو ماهة نزمنا نشريوه كيفاش لللاي؟ قلينا البصالة متاعنا زدنا شوية حباق شوية طماط من عند سجولي هروس من عند سجولي فوحناهم بالجداء بالجداء وصمتنا المقارونة متاعنا قصينا الفلفل بر العبيد والتن وكل الشي شخ شخ كما قلنا عفيفة مئة وخمسين جرام شوكولاتة حطيناهم بامارين هي والزبدة مئة وخمسين جرام ذيبوا مع بعضهم حطيناهم ثلاثة عظمات مئة جرام سكر وخمسين جرام فارينة وشوية نوازات كونكاسي وإذا كانت تحبوا الطريقة دي ما تلقاوها على باجنا على سفق باج البرنامج طبعا على الفيسبوك اللي هي نهارنا هكا شيفرانيا معنيها هكا كملنا هكا كملنا نهارنا هكا كملنا نهارنا هكا عاود هالي عاود هالي عاود مش هكي عاود كملنا نهارنا هكا صحي نعم شد بلاستيارة حوض أدرا وووخ ما بتبلت لهنة شلخي معاوما ان شاء الله مشاهدين هكا نوصل يخي طيب حلقة اليوم برنامجكم من هارنا هكا ان شاء الله نكونوا أفدناكم إن شاء الله نكونوا أعملنا عشوية بهايلا مع بعضنا كالعادة قهيبة العشيات ديما مع بعضنا بإذن الله رغم غياب شيف هيوب اللي بشارج عنها إن شاء الله الأسبوع الجاي مشاهدينا شكرا لك شيف رانيا همامي نشكركم بار شاء نشكر تفاعلكم وبربي يسامحوني إذا كان ساعات نجاوب ولا من نجمش نجاوب وبربي ساعات يقولوا لي ساعة أنا قوة البارحة العشرة ونصفة ومعناها الحقيقة هو رسالة مهذبة جيت واقتراح فكرة وكذي ونرقد في صغيراتي وعملت هكه أنا عرفتها كل هكه قال كيفيش أنت تحقر فيه والله ما نحقر راني راني عندي تبرك الله دار وصغار ويح نحاول مش نجاوب لكن نجاوب اللي قدر المستطاع مشاهدينا نشكر محبتكم هذي كلها نعرفها اللي هي محبة ولي هي غيرتكم على البرنامج و تحبوا ديما كيفنا نحنا نلوجه في جديد هكا وصلنا نوصل الختام حلقة برنامجنا اليوم وخليكم بينا مع بقية برامج قناة الزيتونة الفضائية ما بقالي إلا نقول لكم وعاففة بوكي جميل جميل نحييكم وقولكم في أمان الله اشتركوا في القناة